السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الضابط الثلاثيني والطالب المراهي قوي البابة الواحد والعشرين هيلين امشي سريع ودموع على خديوان رايحة ما ادري حسن خوية هيلين خوية فدوا اكفيلي انا اوصلج هيلين ما اريد ما اريد روحه ما اريد اريد اهلي ودوني انهم حسن خوية فدوا اروحا اطولج صبري هيلين ما اريد اصبر كافي ما عندي صبر حسن وين تردين انا اوديج لا تسوين هيلين هيلين اريد اهلي وديني الهم حسن باتر اوديج هيلين لا اريد هسه ابنصهم واشكي همي الهم حسن خوية كافي لا تذيني وياك والله شالعة قلبي هيلين من يصير وياكتشي وخنقة الدنيا وين تروح حسن خوية هيلين وديني الهم انا بحاجتهم حسن امشي يلا للبيض غير ملابسك واخذي بتحتاج هنا وامشي الروح هيلين وابشي حسن كافي والله هو الخسرج هيلين رحت البيض صعدت غيرت ملابسي اخذت الغراض اللي حتاجهن حسن ها كملتي هيلين ايه حسن يلا امشي هيلين رحنا ننجف طول الطريق ابشي لو انام حسن خوية كافي هيلين ابشي اروح فدوه العيونش كافي والله اي شي تحتاجينه انا يمش مثل اخوش لو اقف بوجه اكبر واحد لو اقف بوجه فهد اخوي هم ما عوفك هيلين تسلم خوية بس هو المفروض هو ليوقف وبوجه اللي اذيني حسن الله يساعدش خوية هيلين وصلنا النجف سبحان الله عبارك داخل البيت اهلي من دخلت النجف وصلت يام قبر ماما وبابا وابشي وليش ماما ولك بابا قعدوا انا جيتكم قوموا وياي قوموا وروحوا وياي اخذوا لي حقي يلا قوموا مكافي نوم ما شبعتوا من نوم ما تترابو حال عليكم قوموا طايرة شكوركم من الشمس قوموا يلا اذوني بابا وماما اذاني اللي يقلي انا سندش بالدنيا اليوم راح الغيري ما يريدني ليش هي هيج قوة قون انتم ويايهم يصير قوموا يلا فدوا حسن يلا اخويا قوموا كافي البتشي يأذيهم هيلين قمت قررت صورة الفاتحة ووصلت القبر مالتهم وخليت لهم بخور وخلينا وطلعنا حسن يلا اروح اروح نزور الامام علي عليه السلام يام الكي شوانيا رقم اربعة وانا مثلوسة مو مهم بقيت ابتشي حسيت يعرف اللي بقلبي يا ابو الحسن انا يتيمة وانت كافر ليتامة يا ابو الحسن نزل ودمعتي وانا يتيمة يا ابو الحسن ما عندي غيرك انت تاخلي حقي يا ابو الحسن وين اروح واني وابني ودموعي تصب واشهق قلبي حسيت راح يوقف على قد البتش دموع ما بقى عندي رحت صليت وقريت قرآن وكتاب الزيارة بقيت قاعدة شوية نفسي ترتاحت اكو واحدة قاعدة يمي بتها تبتشي والثانية هم تبتشي كسرت خاضري انطيني اياها على ما تسكتين بنتش هاي انا مسكتها هاي لبنيا رحمة الوالديك هيلين والديك يم تروح فدوة للبنات شنو اسمك يا روح ليش تبتشين شنو اسمك لبنيا اسمها زهراء هيلين اروح فدوة اليك يا روحي بابا وين بقت زهراء اصافنا بوجهي لبنيا متزوجة انتي هيلين اي لبنيا اجقصاليك هيلين اقل السنة لبنيا الله يساعديك هيلين شكرا لبنيا حامل انتي هيلين اي حامل لبنيا الله يقوميك بالسلامة هيلين رحمة رحمة الله والديك لبنيا ويا من وجايا اخاف اخفتيك هيلين ويا حماي لبنيا اشعجم ويا زوجيك هيلين اليوم عقدة لبنيا يا عزي هيلين اي والله لبنيا ليش هاتش هلين ما الله ما عرف بين اليوم وليلي اتغير علي بقى ما يريدني وريدي اتزوج بنت خالتو اليوم عقدهم لبنية رجلش محطوط له هلين لا يمنو يحط له لبنية والله بنات اللي ما تخاف الله واي هلين شا سوي الله كريم لبنية وهس انتي عنده اهلك هلين لا عد عيالي اهلي متوفين لبنية الله يرحمه هلين ويوحم والديك لبنية ما عندك اخو اخت هلين لا والله ما عندي لبنية الله يصبرك هلين هاي بتشنامت لبنية شكرا ربي يرجع لك زوجيك ويقومك بالسلام هلين وحما والاواديك انا اترخص اخرت على حماية هالزبالة مشغول لبنية هلبيت قلبي هلين قمت طلعت يملكي شواني رغم اربعة حسن وانشنتي هلين شنت جوه صليت وقريت قرآن وارتاحيت شوي حسن تعي امشي نقعد شوي ونطلع ماشي هلين ماشي فونك فون دايدك حسن قالوها هلا فهد فهد هلا حسن هلا بيك وان انتم حسن انا بالنجف فهد وهلين وين حسن وياي فهد ومنو سمح الها تروح وياك حسن شنو منو سمح الها الاش بيك فهد فهد خلي ترجع وحسابها يمي حسن يعود الله كريم فهد حسن لا تختبر صبري الله رجعو حسن الله كريم فهد وعلي ابو الحسن اذا ما رجعتو اجي انا واذيها قدام الناس حسن باي فهد هينين نشقل اشقال لك حسن يسأل وين احنا هلين امعصب مني لين طلعت حسن تردين الصديق حقا لين طلعت بدون علمه هلين هو اتزوج بدون رضاتي حسن اوف اوف منكم امشي تعي ناكل شي هيلين ماشي حسن اكلي الخاطر اللي ببطنج هيلين رحنا للمطعم قاعدنا بقسم العوائل حسن اشتاكلين هيلين بكيفك حسن البلاء زحمة عليك نفرين كباب الولد تدلل هيلين اكلنا وكملنا ووقينا نفتر جوا حلو بالليل حسن تعاي اخذي اللي تردينه هيلين لا شكر الماري تعا حسن تعاي اشتري اليش ولوريم على ذوقج هيلين صديق اخذي ثلاث تراكات هيلي ورين ورقية عطوة عجماني ملابس على قدب ريم هم اخذناها واخذنا العلي حسن اقلج حلو هذا الفستان هيلين اي حلو حسن يجعل قياس ريم مو هيلين يطلع يخبل عليها حسن ماشي هيلين اخذ الغرار وجبرني اشتري بعد اخذت سبحاء الخارطي وسبحاء العمي دفع الفلوس وبحنا مع المثلجات اكلنا وبقينا نفتر ورحنا للمام زرنا وكملنا وزورت سبحاء خالتي وعمتي ونفسيتي ارتاحة خلينا جعنا للبيت بغيت طول الطريق نايمة ما ادري بالدنيا طشرة رشت حسن يلا اخويا هيلين وصلنا هيلين وصلنا للبيت الساعة الوهدة ونصب اليال دخلت للبيت لقيت فهد نام بالصالة روت علي وجريت حسر اه خليت صعدت غرفتي نزاعة ملابسي دخلت سبحاء وكملت مشاطيت دخلت فهد بركان فهد هلا والله هلا باللي تطلع ما اتقلي اليوم انا على الاهلي جبت النعال جاي للبيت وشلون اتطلعين واتقليلي ما اتقليلي هيلين فهد فهد ومرض حتى مرض هيلين اضغرب من عندي ضربني على ظهري ومرض والله لو ما ببطني اشان شفتي شي ما يعجبك هيلين طلع فهد وبقيت ابتشي ظهري بوقي وجعني ماقدر تنام من عنده بقيت اللي من عنده وبقيت ثلاثة قاعدة قمت صليت بقيت ابتشي على السجادة خفيت قاعدة الصبح من الصبح لبست ملابسي نزلت صباح الخير لكل صباح الورد لكل مقبولة الزيارة هيلين قبل الله عمالكم زلنا وانت عبصد خلي اجيب صوقاتكم راح الصعادة نزلت راح اجيبت اجيب هاتش يمه هاي السبحاء بها اسماء الله زورتها الامام من فهد الف رحمة على اهلك بها بعد روح يمه هيلين بالعافية وانت عمو هاي سبحتك هم زورتها لك ابو فهد رحمة الوالدية فنيتي ما اقدر حينين عرفت غزة على فهد سكتت لان لعبت نفسي من الحجي او من كل شي هاتش بقية هاي العلاوي رقية رحمة الله وديش ليش تعبتي نفسش حيني ولو تدلينين انتي ريم هاذ البتش ومن صعد الغرفتي انطيت شن هدايا شن ريم يا حبيبة ليش كلفتي نفسش والله ماكو داعي حينين يا ولو سوانا الغدوت غدينا واحد عنده وحس عندي الم شربنا شاي وصعدت الغرفتي نمت بس الالم ما مفارغني سبحت قمت ونزلت العصر يام يام البنات ريم رقية هلا هيلين هلا بيشا يا روحي ليش سكتا شكو ريم لا ماكو شي هينين لا اكو شي وصامتات ضامات علي مو رقية اي اكو شي هينين شنو ريم فهد بعد اسبوع عبسة رقية يا اخيه هو اللي يضيعش خلي يولي حينين قابل هسانة شمسة واي انا اترخص صعدت الغرفتي تمددت لا اراديا كل دمعة توقع وياها شهقة تعبت ربي تعبت اروح في دول اسمك صار العشاء وسلت ونزلت ساعدة البنات اكلنا العشاء وقعدنا نتعشاء فهد اجيتي انا اروح اكل بالمضعم ولا اقابل هاي الخلقة حينين من حجة فهد هيش خاص غصيت باللقوة لا فهد قاعدت انا قايمة قوت صعدت الغرفتي صعدت قاعدت بالقاوة راسي بها رجلية ابشي والالم ما فارغ ظهري ابد متت من الوجع صارت ثلاثة وانا بتلاثة وانا منايمة بقيت الوبة من الوجع صارت بالستة ومنايمة هي صارت الساعة بثمانية وانا ما وعد ما عاولت يقعدون نزلت ابشي ولش عما لهقيني ولش عما راح اموت من الوجع ونتعمى فدوة وصدق ياخذني حسن للدكتور للدكتور سوت لي سونار انفهد ها دكتور بش 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 بيها الدكتورة للأسف الطفل ميت انفهد الحمد لله والشكر فهد ها يما انفهد الطفل متوفي حسن لا انفهد لازم عملية سول حتى يطلعون الطفل الدكتور شنو اللي واقع على ظهرها انفهد والله ما طايح شي عليها الدكتورة لاحج يواقع شي على ظهرها ومكتوع حبل السري عن الطفل سبب موته للأسف هيلين لا تعليق على الموضوع ذكر ضربة فهد اللي على ظهري بس دموع الصب عفية دموع متروت الثاني والعشرين هيلين سووا لي العملية وبغيت يوم كامل بالمستشفى فهد ابدا ما اجيه اصلا دزل مستمسكات بيد حسن حتى ما يجي بقى حسرة بقد حسرة بقى حسرة بقلبي ضاع من عندي كل شي اهلي رجلي ابني ما عندي احد وانا روحا وانا امشي حتى لو اريد اطلق من فهد وانا روحا حتى لو اريد ارجع البيت حمو علي قبل الزواج وانا ما مرتاح حمو مني مو انو بتطلق بقيتنا والدمع على خدي حسن قولي يا الله اخوية شنو السالفة قابل اول وحدة انتي تسقطين لا اول وحدة ولا اخر وحدة الحمد لله الحمد لله على كل شي بعدش صغيرة والحياة قدامك ان فهد يوم مقومي يلا شاش تقولين على شبابي شابات اللي تروح من امهال العريس الخاطب واللي يمخلي وراجها لقول يا الله بنتي والحمد لله على كل حال انتي سباعي وقدهين هيني الحمد لله خالة على كل حال نزلت من السيارة جند البنات حمو دلي ع السلامة رقي الحمد لله على سلام تش اهم شي انتي بخير الله يعوضك بعدش صغيرة والوقت قدامك وسويش قد ما تردين ريم الحمد لله على سلام تش قلبي والله بعدش صغيرة تش بعين ضيما انا قبلك هيت شي دو وادت على الطفل لحد ما صارت عندي وهس الحمد لله انتي ما طول جيبتي اول بطن بعد لا تخافي مجربة جيبين هيلين الله يسلمش رحت الغرفة خالتي لان ما اقدر اسعد الغرفتي دخلت الغرفة خالتي لقيت فهد بالغرفة يخابر بواعت دموعي بواعت علي دموعي صبا لا ارادية فهد ها حبيبي لحظة بس خلي اطلع هيلين سولفا سولفويا اروحي وشلون وشبيه اقول اليوم اموتا كم قوتي يومية ومو هيتش فهد ليش تعدمني احتي بقلبي فهد هاش قلو ليش هينين سقطت فهد لو ابن ليش مو انت اللي ضربتني على ظهري مو مو كله منك سقطت ليش مو ابن ابن اراح من وراك فهد انشبي لا تظلين تلغين بل يلا ولي هيلين كله من وراك فهد كله من وراك فهد عادي من وراي غابل المهم اريدش تحضري تحضري نفسك للعرس بعد ثلاثة يام هيني نولي فهد طلع فهد اقل لك ابني اللي راح قل لي حضري نفسك العرسي مو هذا ابنك من حملت بيت دنيا ما وسعتك من قد فرحتك اش وما راح ما هميت ما تميت ليش فهد ليش فهد اوي امشي اطبع اطلع اخا وعافيتي احسن منيش هيلين تابتشي وكسر قلبي ام فهد يما شنو هذا الصوت شبكم هيلين ماكو شي ماما ام فهد يما استلهب الرحمن انتي اقعدي وانا اراح اخلي البنات يسول ايش وعبا هيلين ماما ما اريد شي اريد انام ام فهد ما يصير هيش يا روحي لازم تاكنين هيلين مرة الايام واليوم جابوا غرفة فهد غرفة صارت مقابل غرفتي دخلت غرفة فهد وكل كانت نظراتهم اللي بالشفقة احس قلبي نار نار بشيت ما طفي اذي نفسي ما طفي اريد ارتاح شلون تنطفي هيلين فهد هيلين هيلين فهد نعم فهد رتبي غرفتي هيلين ما رتب شي ما لي دخل بشي فهد لا ترتبينه غصبا عليك هيلين قلت ما علي ما لي دخل بهاي الغرفة فهد وحق علي راح اروحا وارجع ذا لقيت الغرفة ممرتبة اخليش تكرهين اليوم اللي صرتي بممنوع واحد يساعدك انت اريدش سمعتي هيلين طلع فهد دخلت الغرفة مالتي حسيتها تريد تاكنين اضافتها وقعد تبتب ملابسة كل غطعة ارغار اشم اوفيا عطرك اريد اترس بعد ما قدرت اشم عطرك ولك فهد احبك ولك فهد انت مالتي ولك فهد اروح اروح لك فدور فهد ارجع ما اقدر بدونك ولك فهد انت روحي من الدنيا ارجع ليش ما جاي اكرهك ولك فهد مش تاقة اخلي راسي على صدرك مش تاقة اخلي خشمي بربتك مش تاقة تفاصيلك مش تاقة باوعلك وانت ناير وبصرفي فهد يروحي وعافيتي صدق هتروح مني صدق هتصير الغيري صدق غيري هي اللي راح تنام على صدرك صدق بعد هي تجتم عطرك رقيع ما تعيني عليك قومي قومي انا اكمل عنك ريم بشيلا خلي بعد ما اقدر اشم عطرة خلي اشبع من رقيع ريم راحت تشهينين طلعن البنات عيوني نشفن من الدموع ما بغى عني دمعة نظفت الغرف ورتبت ملابسه وطفيت لقلاب وطلعت فهد سلام عليكم ولكل عليكم وسلام حسن اشلونك فهد راسي موتني كلش حسن اش بيك فهد ما ادري اختنك من ادخل البيت اختنك حسن صلى على محمد هاي تخيل ان عندك ضغوطات بالدوام فهد ما ادري يلا انا اترخص اروح ابدل حسن يلا اروح بدل وانزلت عايشة فهد ما اشي دخلت الغرفتي لوتري تاكن تاكلي ما تحمل بها كلش كسرت وبغيت اصرخ راسي موتني حسن شبيك فهد شبيك فهد مختنق مختنق راسي راسي هيرين طلعوا فهد من غرفتي نزلوا اللي جوه اشو شبوية صار احسن بغيت ابرو عليهم فهد اخ بدت النعال بدت الخر اليوما على الاهل اشتعاي حسن فهد شبيك شبيك عوف لبنية شبيك فهد شمسوية هينين فهد هينين فهد بديش الساعة ما حد قدر يدزم يعني القوة اللي عنده فضيعة لزموه حسن وحسين وما قدر اروفلت من عندهم شبع ان يكتل طين كتل بالحزام على وجهي وعلى ظهري يضرب ما يحس بمكان للضربة اخ ماما لاحقيني بابا ماما انا مدلدتكم هيش اذو ها بدكم تعالوا الي يفد وبابا واخر فهد عني قوة بقيت بمكاني رقيا سودة علي وابشي ريم عمت عيني عليك وابشي ام فهد يوم بسودة بوجهي شجاكم عمت عيني عليكم ملك فهد الله لا ينطيك هينين ماما اريد اروح البيت عمو ام فهد صار مثل ما تردين فهد وحق علي هو وعلي وحق هو وعلي اذا طلعت من البيت اجيبتش من بيت عميش سحل بدت النعال لقعدي هينين والله ما ابقى بعد ابني وكتلت لمن باقية ذلتك ماريدك بعد طلبت بعد طلب نفسي منك فهد ها هيتش تقولين انتي اشو تعايمي هينين اخذني فهد عرفت عمي وغفل عمتي غفل الباب واقتصبني ببحشية وبانا اني ابدا مفهد اللي عرفته ابدا مفهد اللي قلبي يدق اليه ما قدرت له يوم الثاني يوم الساعة بالخمسة صباح الخير رقيا صباح الخير يزين كله هينين ده سوي واحنا هينين يش بيش شكو رقيا اليوم حنة فهد هينين وليش هينين رب يشفوق ويشوف كل شي ده يصير الله كريم رقيا والنعم بالله ريم اقلتشان انا جعت هينين انا ما اشتهي فهد ليش ما تشتهين لازم ازعلاني لانا ما احززوج هينين لا ليش ازعل اذا مو اليك نفرح المن نفرح كل الوش كل الوش هاي تمناها بت الشيخ لبن الشيخ جبناها وبغي تهوس ابن النص فهد لازم اكو يدخل يريد يدخل هينين اكيد من اتركك الزوج اللي يستاهلني فهد زمتها من فكر اخر يوم هو من اتركك اخليك خدام الحوراء هينين مو بكيفك هي تطلقني وانت الممنون وانا ما اريدك ما عندك شي يربطني بيك بعد ابنك وموت بيدك شي تريد بعد فهدي لازمي حدودك والحاجي حاجي عدل بت الزمت لا تخليني اجي العلمك اعلمك الحاجي